اشتركوا في القناة الصين قدمت اعتذارها للطبيب الذي كشف عن المرض سمعتقل أو عذب أو مات بميتته الغامضة هم أنفسهم لكن السؤال هل يكفي اعتذارهم للطبيب والتساؤل الذي أطرحه اليوم عما سيحدث بعد الأزمة هل سيصفح العالم سريعا عن الصين ما هي عنصرية أبدا المتطرفين حين قالوا أن الله قد أرسل جنده إلى الشيوعيين ليقوم بتعذيبهم رفضنا هذا الأمر جملة وتفصيله وقلنا عنصرية وتشدد وتطرف لكن أنا أتحدث عن أداء دولة تسبب بتعطيل الكوكب تسبب بتدمير حياتنا ولو مؤقتا طبيعتهم الغذائية يبدو أنها كما هي لا تقول عنصرية بعيدا عن إهمال الصين وأداءها في البداية لكن لما نوعية الأكل في بلد تتسبب بفيروس قاتل ثلاث عدة مرات آخرها اليوم كورونا الذي يستبيح الأرض كما لم يفعل أي جيش استعماري ولا أي حرب كونية يمكن أن تكون بهذا التوحش فالأمر برأيي خرج عن دائرة الحرية الشخصية اليوم مزاج المعدة الصينية يعكر صفو العالم بعثر أوراقنا تسبب بأمراض ووفيات وركود اقتصادي بشع فأعتقد أنه من حقنا جميعا نحن سكان الأرض أن نتدخل بما يأكله الصينيين وما يتناولونه من حيوانات وزواحف وحشرة هذا إن أرادوا الاستمرار معنا بنظامنا العالمي عموما هذا مجرد تنفيس عن غضبي وغضب كثيرين غيري لأن العالم كان ضحية لإهمال الصين في الصحة والغذاء ترجمة نانسي قنقر